السبب الرحيم وبينستعين كامل دلوتي مع بعض خطوة الاخيرة وخطوة الكنيكشن او ازاي نصمم المنشأ و ازاي نصمم الكنيكشن اللي عندنا و ازاي نرسمها هنشوف ازاي دلوتي بنعمل الكنيكشن اللي عندنا اول حابة هنخش من قائمة و هنعمل الكنيكشن في عندنا انواع كتير من الكنيكشن دي قصد بلايد ترس و دي قصد بلايد انترنال نوت اما دي قصد بلايد سينجل بار ده برضو خاص بالترس ده انجل بيم تو بيم اما ده بيم تو قلم فلانج و ده و ده بيم تو قلم ويب انا هستعمل بيم تو قلم فلانج زي ما احنا عارفين لو جينا بوصينا نسبليه حسب ما انا رسم العمود هعمل له الواصلة بتاعته نشوف البر والشيب الكنيكشن هنا هتبقى تمام هتبقى من نوع ده ندخلنا على الكنيكشن دي طبعا ده نوع الكود اللي صوم من بيم دي شكل الكنيكشن في نوع كتير من الكنيكشن ده طبعا الكنيكشن اللي عندي اختر سكشن القلم هيبقى اتش بي ربعة تاشر في مية و سوات شرب ابلوي اما سكشن ال بيم هيبقى ربعة تاشر في تسعة وتمانين الانجل اضبط الانجل اللي عندي زي ما انا عايز بعد كده اخش على جيومتري اختار بليت ويقبلاي ويوكي ويبص على شكل الكنيكشن اللي عندي ده يبقى شكل الكنيكشن مع العمود وده الرسمة بتاعتها طب لو انا عايز اقويها شوية خش برضو من نفس المكان وهنحط لها انجل فوق وانجل تحت انجلز اضطلها انجل من فوق وانجل من تحت كده تمام كده كده وفي انجل من فوق وانجل من تحت كده تمام كده الوصلة بيت قوية اخش دلوقتي لو انا عايز اصمم اللي هي بين الكاميرا دي والكاميرا دي هتبقى كونيكشن بيم تو بيم و ايه وفلانج بيم تو بيم وفلانج زي ما احنا شايفين الكونيكشن اللي بينهم الويب هو الرابط مع الويب يبقى احنا ممكن نستخدم بيم تو بيم و وفلانج بغطى عليها و هنختار اسم الكاميرا اللي عندي سيكشن و اتش بي 14 في 89 و كذلك ده طبعا ده زي ما احنا شايفين الفلانج متصل مع الويب ده هيبقى فين ده هيبقى في الكونيكشن اللي بين الكونيكشن اللي بين الكاميرا الرؤسية و البرلينز الكاميرا الرؤسية و البرلينز يبقى دي مش محتاجها مش محتاجها هنا هناخد الكونيكشن اللي هي بيم تو بيم فلانج نشوف كل الكونيكشن اللي عندنا زي ما احنا شايفين برضو دي الفلانجة مرتبطة مع الكاميرا مرتبطة مع الكاميرا التانية بالفلانجة طبعا برضو مش هو ده الشكل اللي انا هايزه يبقى اخر شكل عندنا وهو بيم تو بيم كونيكشن وهو ده الشكل اللي عندي بالفعل بين الكاميرا العلوية كاميرا التانية بالزبط هو ده الشكل اللي عندي اختاروا وهنزبط بالزبط كده فعلا هو ده الشكل اللي عندي وهناعمل افلاي و اوكي ما ننساش نزبط القطاعات وهتبقى من جيوميتري و سيكشن هتبقى بالزبط كده و القاميرا التانية هتبقى زيها و يابلاي و يوكي ده شكل الكونيكشن بين الكاميرا المايلة والكاميرا المايلة التانية وده عدد المصامير و لو جينا نبص في 3D او في المنظور هو ده شكلها لو عملنا وده شكلها وده عدد المصامير وده البليت اللي بستخدمه في الربط بين الكونيكشن الكونيكشن دي هي اللي احنا شفناها وقلنا عليها واصلة ما بين الكاميرا المايلة دي او الكاميرا المايلة دي وكده يبقى احنا خلصنا تصميم المنشأ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته